السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الصفة من روس فوتوشوب او PSD Freak Tutorials برحب بيكو تاني وبنكمل مع بعض سلسلة تعليم الفوتوشوب للمبتدئين النهاردة هنتكلم على Gradient Tool مهمة ولازم نشرحها تعالوا نشوف أول ما ندوس على Gradient Tool بتطلع لنا البار اللي فوق الشورتكارت بتاع Gradient Tool G اول حاجة بنلاقي سلايد بتاع Gradient اللي هو Gradient اللي هو تدرج اللوني تعالوا نشوف هنعمل تدرج اللوني ده ازاي اكتر حاجتين بيهمونه هم Linear و Radial هم دول اكتر حاجتين الناس كلها تستخدمهم وعندنا بعد كده Mode دايما بنسيب و Normal Opacity هنشرح ايه لازمتها هقول لكم عليه اخر اتنين ما نهمش اي اهمية لنا تعالوا لما ندوس هنا نشوف ايه اللي بيطلع بيطلع عندنا الويندو ده اوكي و Cancel و Load و Save Load لو انا عندي Gradients معمولة قبل كده و انا عمل لها Save بادوس Load و بشوف هي مكانة فينه و بادوس اوكي و Save لو انا عملت Gradient Set Vira زي دي و عايز اعمل لها Save بادوس Save و بسميها اللي انا عايزه نيجي عند الجزء ده اللي هو ده Gradient بتاعنا ده التدرج اللوني اللي عندنا هو Default بتاعه من الاسود للابيض لو احنا هنتكلم من الشمال لليمين ولو من اليمين للشمال من الابيض لليسود انا بغيره ازاي بكل سهولة باجي اف هنا بيطلع علي ال Color بتاعي بادوس عليه وبختار اي لون انا عايزه واجي هنا اختار اي لون انا عايزه و كده يبقى انا بعمل Gradient دي احنا بنحركها بنبدأ بنشوف عايزين الترانزيشن يحصل امتى؟ عايزين انهدون غالب اكتر في Gradient احنا لو نشوف هو Location بتاعه وبيبقى 50% Default انا ممكن احركه لو انا عايزه الجزء الشمال هو ليبقى الغالب في Gradient او الجزء اليمين هو الغالب في Gradient ايه تاني موجودة عندنا؟ عندنا السلايدر اللي فوق دي دي اللي تتحكم في ال Opacity بتاعك اللون اللي عندي يعني لو عايز اعمل اللون اللي ازرق ده يبقى شفاف شوية ورايح على اللحمر Solid او اخلي اللي اتنين شفاف ويبقى لون كفيف جدا ما بين اللي اتنين ايه تاني عندي في السلايدر ده؟ عندي ان انا ممكن اجي في اي مكان في السلايدر وبدوس بيطلع لي نقطة زيادة وبعمل Gradient زي ما انا عايز بغير الالوان بيبقى هيعمل ما بين كل لون انا بنعمل اي لون كده يعني انتو هبقى بقعدوا تجربوا وشوفوا الالوان انتو بتحبوها وشوفوا ايه اللي انتو عايزين تعملوه وطبعا احنا عندنا ال Presets دي موجودة وعندي هنا في كزا Presets موجود لو انا مثلا اخترت spectrum هيقول لي replace او append هينزل اللي انا عملت له load مع القديم لو عملت replace هيختار هيشيل القديم ويحط اللي انا اخترته بسا نيجي بقى هنا ونشوف ازاي هنعمل هو بكل سهول انا عندي كرسير ده اللي هو اللي قدامي ده هاجي اسحبه وصيب ايدي راح عامل اللي انا كنت عامله فوق ممكن نعمله من اليمين للشمال ممكن نعمله بالورب نجرب نعمل نفس الكلام بدأ يعمل لي الالوان دواير تعالوا نجرب الradial لونين بس هنعمل كده هنلاقيه عمل لنا زي glow عمل اللون اللي بيض اللي سود بشكل دائري وممكن اعمل من اي اتجاه انا عايزه طب لو عملت هيعمل ايه هيعكس هيخلي اللي سود هو اللي في النص والله بيض هو اللي برا طب لو انا عايز اعمل راوندد هنعمل كده هنلاقيه عمل راوندد gradient طب تعالوا نجرب تانين حتى نجربنا كلهم ده بيقسمها لي ولو عملت كده هيقسمها بطريقة تانية ده المفروض انه هو بيعمل ميرور ما بين اللي اتنين لو انا عملت النص كده هيعملي من اللي سود لللا بيض ومن اللي بيض لللا سود وفي الدايموند ده هيعملي شكل دايمونده يعني ما اعتقدش انتم ممكن تستخدمه في حاجة الاوباستي لو قلنا الاوباستي هيعملي gradient لونه اخف الاوباستي اللي هي الشبابية ولو علتها هيخليه زي ما هي واخر حاجة في الgradient انا لما بفتح gradient بلاقي اول واحدة هنا بتبقى متسميه foreground to background هي foreground to background بتتحدد على اساس ايه؟ بتحدد على اساس اللونين دول اللون foreground احنا لو احنا شايفين هنلاقي اللي بيض للبني هنفتح هنا هنلاقي من اللي بيض للبني طب لو عكست من اللي بيض هنلاقي من اللي بيض هنلاقي من اللي بيض طب لو اخترت الانين تنين خليت لون كحلي زي ده ولون احمر زي ده هنفتح gradient هلاقي اللون اضغير automatically عندي هنا وده هو ده foreground to background انا عندي حاجة برضو اخيرة ممكن بيبقى في foreground to transparent هو بيختار اللون foreground وبعد كده بينقله معا نيجي بعد كده هنلاقي paint bucket tool دي بكل سهولة ايه اللون foreground بدوس بيعمل لي fill ديها بال foreground نيجي بعد كده عندنا blur tool دول هنشرحهم بسرعة جدا بس قبل ما نشرحهم تعالوا نعمل حاجة سريعة تطبيق سريع اللي احنا اخدناه بمرة الثالثة والنهاردة فكبين eraser tool لو ما شفتوش الحلقة ارجعوا وتفرجوا عليها تعالوا نمسح background ونجرب option السهل اللي احنا عملناه تعالوا نعمل layer جديد تعالوا نعمل تعالوا نعمل gradient تعالوا نختار من gradient الموجودة تعالوا نعمل gradient الواحدة لو غريم بالكو احنا كان هنا بنعمل gradient كان هنا بنعمل لون سما بالضبط مع اختلاف طبعا درجات اللون شوية طيب احنا كده عملنا background واجربنا ازاي نشيل background تعالوا بقى نتكلم بسرعة عن smudge بيعمل ايه تعالوا نعمل hardness وانيجي لو عايزين نطول نطول شوية من الجناحات مثلا ندوس ونسيب ندوس ونسحب ندوس ونسحب ونسيب ندوس ونسحب ونسيب هي عاملة زي كأننا مجايبين حتة عجينة وبنشكل فيها ممكن نعالي strength بردو بيبالفكتة اسرع بس انا شايف نوع كده عالي قوي لو حتة دي مش مظبوطة عندنا احنا اتمسحت معنا في background ممكن بردو ندخلها في بعضها كده طيب هي لازمتها ايه هي بتنفع في بعض الحاجات منها فيه ناس بترسم بيها portraits بيجيب صورة مثلا زي دي وبيفضل يرسم بيجيب صورة بيخاليها في الاخر عاملة زي رسمة الزيت لو عارفينها وبيبقى بورتري وبيبقى شكته ضريف ممكن تتدوروا على النت على بورتريهات معمولة بيجيب صورة بيبقى شكلها كويس مش وحش ودلوقتي فيه فلتر موجود على Photoshop بيسهل الموضوع اكتر يعني ان شاء الله المرة جاية هنتكلم بسرعة على البرن والسبونج عشان بعدكين نتكلم على البراشز وعدكين نبدأ نخش فيه تفاصيل اكتر اتمنى للحلقة دي لو عجبكو تدوسوا لايك ما تنسوش السبسكرايب وهشوفكو في حلقة تانية قريب ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة